افضل طريقة لمذاكرة الانجليزي في الوقت ده وتراجع ازاي بحيث تلم المنهج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية معاكم مستر تامر سعد السؤال ده شباب توجه لي كتير جدا من طلبة كتير فانا فضلت ان انا اعمل عنه فيديو وانتزوره في القناة افيد الناس دي وافيد غيرهم لازم تبقى فاهم ان كلامي ده مش للطالب الغشاش او للطالب اللي بيلعب طول السنة وجاي دلوقتي يدور على اي طريقة او طريقة سهلة ان يدخل بها الامتحان الكلام ده طبعا كلام مستحيل لكن كلامنا موجه للطلبة اللي بتذاكر طول السنة ودلوقتي بس الدنيا متل اغبطة معاهم مش عارفين رأسهم من رجليهم ومش عارف يذاكر ازاي الانجليزي اهم حاجة دلوقتي ان انت تحل امتحانات كتير وان انت تراجع الامتحانات دي وتتعلم من اخطائك والافضل كمان ان انت تدون الاخطاء يعني سجل الجملة اللي انت اخطأت فيها وشوف الخطأ اللي انت اخطأت فيه اخطأت ليه عشان ما تكررش الخطأ ده تاني النقطة المهمة كمان ان انت في الفترة دي تقرأ المواضيع اللي في كتابك وتتعلم تكتب بارا جرافز كتير اكتب بارا جرافز كتير حسن خطك شوف الدنيا ان شاء الله هتبقى معاك زي الفل مختصر كلامنا دلوقتي ان انت في الفترة دي ما تعملش اي حاجة غير ان انت تحل امتحانات كتير وبس حل امتحانات راجع امتحاناتك دي اتعلم من اخطائك اكتب بارا جرافز وتعلم تكتب بارا جرافز صح نصيحة تانية اللي هقدمها لكل الناس خلي خطك حلو جدا في الامتحان اكتب بافضل خط عندك سيب مسافات بين الكلمات وبعدها خلي خطك متناسق عشان تعرف تلم درجات صحة في الانجليزي اتمنى من الله انت تكون استفدتوا حاجة من الفيديو النهاردة جود باي